أهلا بكم تظل الأمومة أروع شيء في العالم لكن في رحلة البحث على الأمومة ممكن تلجأ أو يلجأ الزوجين للحالة المجارية أو أفطال النبيب أو ترقاح الصناع عموما يعني في أفكار غلط كتير أو نقدر نقول جزء منها خاطئ وجزء ده تعبير صحيح من ضمن هذه الأفكار الخاطئة مثلا وأشهرها أنه يعتقد الزوجين أنه بعد إرجاع الأجنة ينبغي الامتناع عن العلاقة الزوجية أكيد المتخصص هيفيدكم أكتر مني فطبع برضو من القضايا اللازم أفهمها هو التصحيح أنه لا مش لازم الامتناع على العلاقة الزوجية بعد إرجاع الأجنة هل ده في المطلق ولا في حالات تحتاج إلى منع علاقة زوجية هذا أمر سنسأل فيه بالتفصيل من ضمن برضو الأفكار السابتة في دماغ الناس أنه ستة تقعد في السرير مفيش حركة بعد إرجاع الأجنة اوعي تتحركي فيه تنامي تسع شهور على ظهرك التصحيح لا ممكن تتحرك بس حركة برضو في حدود مؤينة ولا حركة تقدر تعمل حاجات كتيرة زي شغل البيت ووائل آخري ده هنسأل فيه برضو في كتير من الناس عندها تعتقد أن أطفال قبيب الحق المجري الحاملة هيكون توقم الصحيح مش كده مش شرط أن يكون توقم بل أن التوقم في كتير من الأحيان يعتبر زي ما بيقولوا مش الهندرد برسنت مش مية في المية شغلك في الحقن المجهري كمان لازم تكون مسبتات طول فترة حاملة أطفال الأنابيب الكلام ده مش صحيح المسبتات لمدة شهرين بس مرضو هسأل فيه معتقد مشهور قوي بقى قوي أنه الحقن المجري وأطفال الأنابيب حملهم لازم يولد قيسرية كلام ده مش صحيح ده مش صحيح بقى ده من غير مسأل كمان أعتقد أنه مش صحيح لكن لازم نسأل لازم نفهم لأنه المعتقدات الخطأ دي مش خطأ في المطلق مفيش خطأ في المطلق كل حاجة ليه حدود فالنهار ده نفهم الحدود والنهار ده نعيش وقت مهم جدا مع فهم مطلق للحقن المجهري في تفاصيل وأبحاث معينة مهمة جدا ضيفي العزيز هو واحد من المبدعين في هذا المجال والحقيقة بيسعدني بأسلوبه الرقي العلمي شديد التفصيل وفي نفس الوقت شديد الوضوح جمع التفصيل مع الوضوح شيء صعب جدا لكن هو ده اللي بنسميه سهل المبتنى ضيفي العزيز صاحب مدرسة خاصة جدا في الشرح والتفصيل في هذا المجال ويسعدني وجوده دايما معانا في الناس الحلوة الأستاذ الدكتور محمد حسني السيشاري النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحق المنجاني وجراحات المناظير وهجستير الحق المنجاني من جامعة ميسينا الإيطالية ودبلو من جراحات المناظير المتقدمة من الهند ودبلو من جراحات المناظير الدقيقة من فرنسا وعضو جمعية المصرية والأوروبية وجمعية الأمريكية الخصوبة وتأخر الإنجاب وجمعية المصرية للتدخل الجراحي الدقيق قلت شفت كلام تقبصت بقى ده ذلك ومسي عليها كلام خطير فعلا في حاجة تحب تعلق عليها ولا نقولت كلام صح كلام صح بس فيه صعب تطبيه هنا في مصر يعني بس لازم تقعد وترتاح اه يعني مش عايز اقولها حقيقة اللي فيه بعض الحالات بيبقى نايمة سرير ما بتخرجش برا الاوضة طول فترة الانتظار الاعتقاد منها اللي لو تحركت الجنين هيقع من مكانه طبعا ده كلام مش مظبوط مطلقا يعني تأخر الانجاب له خريطة علاجية وترق علاجية تمام هسأل سؤالة عامل او ايه الخريطة العلاجية ترق العلاجية تأخر الانجاب هو طبعا اي زوج وزوجة داخلين عندي العيادة اول حاجة باسألها هم متجاوزين بقى لهم قد ايه وحصل لهم حملة قبل كده ولا عشان اقدر اشخص لحالة ديا برايمير انفريتي تأخر حملة اولي او تأخر حملة سنة لازم يعد على تأخر الحملة الاولي سنة كاملة يعني الزوج وزوجة ما حصل لهمش حملة قبل كده تماما يكون عد على زواجهم سنة او سنتين لو حصل لهم حملة قبل كده او حصل لهم ولادة قبل كده طيب الزوج وزوجة جاينا عندي العيادة وبيتدورها على حمل رقم واحد قبل ما اعمل اي حاجة لازم تحليل السائل المنوي بعد تحليل السائل المنوي الزوجة بتعمل شوية تحليل هرمونات اللي هو هرمونات الطابول اللي هو الـ FSH والـ LH والبرولاكتن والـ TSH والـ MH اللي هو انا اشاكك في حاجة معينة الاشاعة المهبلية الثلاثية لبعد يبقى انا كده اعملت اربع خطوات هيدوني الـ Framework اللي هو الخريطة من بره اخبارها ايه كويسة بدها تنشيط لمدة شهرين او ثلاثة حصل حمل تمام ما حصلش حمل بناعمل الاشاعة بالسبب كويسة بندي تنشيط شهرين او ثلاثة حصل حمل تمام ما حصلش حمل يبقى المنزار بعد المنزار حسب انا لقيت ايه في المنزار بنتظر من ثلاث شهور لست شهور حصل حمل تمام ما حصلش حمل نلجأ الاخصاب المساعد الفرق بين تأخر الحمل الاولي وتأخر الحمل ايه السنوي هي فترة الانتظار بس اللي هي دي سنة ودي سنتين نرجع بقى لخطوة الاخصاب المساعد في الاول اللي هي تلقاه الصناعي وفي الحقل المجاري الحقل المجاري او اطفال انابيب وده هنتكلم عليه دلوقتي ايه الفرق بينهم طيب هل انا بحب التلقاه الصناعي لا انا ما بحبش التلقاه الصناعي انا من الناس اللي ما بحبش التلقاه الصناعي الا في حالات معينة جدا 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 يا دكتور ايمان اللي هي الزوج المشكلة في الزوج مش الزوجة وتبقى المشكلة في العدد يكون عدد قليل فيها سيكون 10 مليون مثلا 11 مليون الحركة لها صفات معينة ما يكونش فيه نسبة تشوهات ممكن احاول مرة او اتنين او تلاتة لإلي نسبة نجاح التلقاه الصناعي 10% وبتوصل 15% من ثالث محاولة انت طبعا صعب لان انا في رأيي انا التلقاه الصناعي بدي عبارة عن علاقة زوجية معدلة هي عبارة عن ايه عبارة اللي انا بدي تنشيط للزوجة وبطلع بويضات مثلا اتنين او تلاتة او اربعة مش لازم عدد كبيرة وفي الوقت اللي البويضة هتطلع فيه الزوج بيجيب السائل المنوي بعد ثلاثة ايام راحة او خمسة ايام راحة وبنجهز الحيوانات المنوية اللي موجودة في السائل المنوي وبنحط على بعض المواد المحفزة وبعض المواد المغذية للحيوانات المنوية وبنحطها جوه في الرحم نفس القصة دي هي هي العلاقة الزوجية على فكرة بس الفرق اللي انا جهزت الحيوانات المنوي جهز السائل المنوي واخترت الحيوانات المنوية كويسة النقطة التانية كمان انا حطيت الحيوانات المنوية جوه مرة واحدة في الايه في التجويف الرحم من جوه وهو هيخطو طريقه للآخر بقى هو يوصل البيض كده أنا استفدت لأنه جهزت لحيوانات المنوية ودخلت عدد كبير جوه في الرحم ده أول حاجة عديت عامل من العوامل اللي ممكن تكون مسؤولة عن تأخر الحامل اللي هي cervical factor اللي ممكن يكون فيه مشكلة في عونق الرحم هي اللي بتعوق دخول حيوانات المنوية جوه في الرحم عديت المهبل اللي هو اللي ممكن يكون فيه منهم أنواع البكتيريا أو نوع من أنواع المشاكل اللي ممكن أحد العوامل بس مهما إن كان برضو هي أقرب للعلاقة الزوجين أه طبع لأن اللي أنا اتكلمت فيه ده كله ليه علاج صح يعني لو فرض مثلا الزوج عنده لعدد قليل لو حصل علاقة زوجية مرة أو مرتين في اليوم أنا كده دخلت عدد كبير من الحيوانات المنوية اللي أنا محتاجها صح لو فيه التهابات أنا كده كده الزوج والزوجة بتتعالج لو فيه مشكلة في العونق الرحم كده كده بتتعالج فأنا ما مش من الناس المحبين للتلقاح الصناعي إلا إذا العين أصر والظروف بمساعدة خلاص بعدها بعمل إيه الحقن المجاري بعد لو فشل المنظار أو التلقاح الصناعي بلجأ ليه الحقن المجاري طيب هل الزوج والزوجة لو فشل المنظار أو لهم اللي لازم تعملوا حقن المجاري لا طبعا ممكن بقى الانتظار أو الاستعداد بس كل مكان سن الزوجة أقل كل مكان نسبة النجاح أفضل النقطة التينية كمان حسب أنا لقيت إيه في المنظار صح؟ يعني لو فرض مثلا حالة واكتشفت اللي هي عندها بيطانة راح المهاجرة لا دي حضرتك ثلاث شهور ست شهور ماكسما في أسوأ يعني في أفضل أفضل الظروف ولو ما حصلش حملة يبقى الحقن المجاري على طول لإن كل شهر في حالات بيطانة الراح المهاجرة يبقى أسوأ من الشهر اللي قبله اه وشعات يبقى المسائل فجأة بيسموه دراماتيك دي تريد اه اه ده حقيق فعلا ده حقيق فعلا ده بما يتعلق بالتلقاح الصناعي أطفال النبيب والحق المجاري أطفال النبيب والحق المجاري هو الاختلاف بينهم في حاجة واحدة بس خطوة المعمل أطفال النبيب أنا الزوجة بتتجهز للحق المجاري للتنشيط بند التنشيط لمدة من 8 أيام ل 12 يوم حسب طبعا عدد البيضات وحجم البيضة وشكل بطانة الرحم بند لحونة تفجيرية وبعد 36 ساعة زيادة أو نايس 4 ساعات بنسحب البيضات وبنطلعها برا المعمل بيجهزها للاختراق الحيوان المنوي اللي إيه البويضة تمام في الأطفال أنا بجيب البويضة وبحطها في وسط أعداد كبيرة من الحيوانات المنوية البويضة بتبقى محاطة بجدار كبير الجدار ده مش سهل اختراقه بحيوان منوي واحد تمام فلازم يكون حوالها أعداد كبيرة من الحيوانات المنوية بحيث أن الحيوان المنوي النهار المرات دي يحاول يخترق واللي بعده يحاول يخترق واللي بعده يحاول يخترق بسهولة أنا بخترقه بالإبرة وبحطه جوه في الإيه في البويضة طيب طريقة الحقن بتختلف آه طبعا مش بتختلف لأ الطريقة التكنيك المستخدم في الحقن الحيوان المنوي جوه البويضة بيبقى السبب كبير جدا 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 في خصاب البويضة وتكوين جنين درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة يعني الحقيقة لو لاحظت هتلاقي بيتحقن الحيوان المنوي وبعد ما يتحقن الأول الإبرة بتخش جوه البويضة بتسحب سائل الأول من السيتوبلازم وبعاكيها بتقوم دخلها جوه لإيه جوه البويضة فده بيسهل تفاعل الكروموزومس اللي هي صفات الجينية في الحيوان المنوي مع الصفات الجينية في الإيه في البويضة طيب إيه الميزة بتاعة أطفال الأنيبيب وإيه الميزة بتاعة الحقن المجابي الميزة في أطفال الأنيبيب هو ما فيش في مزايا المزايا فيه حاجة واحدة بس لو في حال عملت حقن المجابي مرة أو اتنين وما حصلش تخصيب للبويضة لازم نلجأ لأطفال الأنيبيب بس بشرط إن الزوج يكون عنده أعداد كبيرة من الحيوان المنوية لإن لو الزوج عنده أعداد قليلة أنا مش هارف أهم الأطفال الأنيبيب أنا لسه إيه الحالا إن البويضة محتاجة أعداد كبيرة من الحيوان المنوية فالزوج لو عنده حيوانات منوية كتير وما حصلش تخصيب أو انقسام للبويضة في عمليات حق المجهر السابقة ساعتها أنا بدل فرصة للبويضة اللي هي تختار الحيوان المنوي المناسب بالبلد دي كها عروسة وهي اللي بتختار العريس بتاعها في الحق المجهر الميزة بتاعته اللي أنا اللي بختار الحيوان المنوي اللي شكله حلو وأنا اللي بحقنه جوه البويضة وكل بويضة محتاجة حيوان المنوي إيه؟ واحد يعني لو مثلا زوج ومعندوش حيوان المنوية خالص صفر وخدنا عنا من خاصة طبعا احنا ما بنلاقيش العدد الحقيق اللي احنا بننتظر احنا لو لقينا مثلا عشرين تلاتين حيوان المنوي كويس بنبقى يعني سعداء جدا انا تذكر حالة لياك يعني نطلعها سبعتاشر بويضة وما لأناش اللي تلاتاشر حيوان المنوي الاربعة تخلصنا منهم يعني ما نحقنهمش فأديا بتبقى كل بويضة لها حيوان المنوي إيه؟ واحد فأنا مش محتاج أعداد كبيرة من الإيه؟ من الحيوان المنوي إيه؟ الفرصة اللي البويضة تتخصب وتنقسم أعلى من أطفال أنا بيه لأن البويضة ممكن حطها في وصل الحيوان المنوي دي كله برضو الحيوان المنوي ما يخترقش بس احنا ما عدناش بنالجأ ليه ألا في الحالة دي فقط اللي حالة عملت حقن مجهري ومش فشل لا مش فشل لو ما حصلش إخصاب أو انقسام للبويضة ساعتها بدها فرصة اللي هي تختار وعشان أمانة برضو في الحالات اللي زاية دي بعملها نصين نص تعمل أطفال أنا بيه البويضات مثلا ساية مثلا طلالة عشرين بويضة عشرة بخليهم أطفال أنا بيه وعشرة برضو بخليهم إيه؟ حقن مجهري عشان برضو أطفال أنا بيه مغدار مش عايزة ضيع السايكل كلها في حاجة هي البويضة اللي تختار طبعا عارف القصة أشبه بيه يعني اللعب على حبلين يعني فعلا صح ده حقيق يعني لما تبص تلاقي قيبة أطفال نبيب فيه نقطة معينة إنك البويضة بتديها ما يسمى بيه الانتقاء الطبيعي أي جور بالزبط تديها الانتقائية الطبيعية فرصة الانتقائية الطبيعية ودي فرصة إحنا ما نقدرش نعملها حتى في حال بجارة خالص ما هي دمي ذاتها هي هي بتشوف حاجة إحنا ببنشوفها آه هي بالزبط آه بالزبط هي بتغير تختار الصح صح ما بيقوله آه هي تختار المناسب لها آه بس برضه ما هي ممكن ما تختارش آه ده حقيق فعلا ده حقيق ده وارد آه وارد وبعلا إحنا في الحقل المجاري أنا بحقن البويضات كلها فجزءها هيتخصب وجزءها هينقاسم وهيبقى عند مجال لاختيار الأجينة الدرجة أولى والتانية في الأطفال الأنبيب لا البويضة مثلا العشر بويضات ممكن يتلقحوا منهم ثلاثة أو أربعة وما يوصلوش معان اليوم الثالث حتى كمان في الآخر فهي زي ما حك هي بتبقى يعني انت بتشوف ايه المناسب للحالة وبنعمله بس طبعا الرقم واحد اللي هو نمبر وين للحق المجاري طبعا يعني ما عادش حد بيعمل أطفال الأنبيب إلا في أضيق 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 الحدود لأن يعني الأطفال الأنبيب هو اللي بتحكم فيه أنا كدكتور مش هلنا بتحكم في السيكل ولي بتحكم فيه أنا بقى بقى قاعد والسنة بعد 48 ساعة واشوف واشوف بقى النتيجة أخبارها ايه هل النسب النجاح متساوي بينهم اه النسب النجاح متساوي لو طبعا نفس النسب تقريبا أطفال الأنبيب بتبقى لو فرض ما احنا برضو لازم نما نيجي نتكلم نتكلم من الأول السايكل هل نسب النجاح كويسة في أطفال الأنبيب مع الحقل المجاري لو هم طلعوا هجينا كويسة لا أطفال الأنبيب بتبقى أعلى اللي يا حقيقة انت قلت ايه الانتقاء البيضة اللي مختارة انتقاء الطبيعي بس أنا عشان أوصل لمرحلة اللي هي البيضة تكون جنين درجة أولى في اليوم الثالث أو الرابع أو الخامس أنا ما ضمنهاش بأطفال الأنبيب لو احنا تكلمنا من الأول لكن لو احنا تكلمنا على السايكل كفى مجمل لا الحقل المجاري نسبته أعلى طبعا حقيقة وصلت الفرق بين ايه ومن ايه يعني أنا بكلمنا لو تكلمنا على سايكل الحقل المجاري مع سايكل أطفال الأنبيب مثلا عشر حالات هنا وعشر حالات هنا نلاقي النسب نجاح للحقل المجاري أعلى لكن لو تكلمنا على حالتين أصدعت والحالة دي أطفال الأنبيب ميطلعه أجنة كويسة ودي أجنة كويسة هتبقى أطفال الأنبيب أعلى فاحنا بناخد السايكل من أولها لآخرة بين خيارات واضحة جدا وبعد كل خيار قبلي تقولي السبب في هذا الاختيار نشوف الاختيار الاول والقصة الاولى في المحطة او المرحلة الاولى اذا تأخر الجواز جواز المتأخر يفضل ان الزوجين يلجأوا مباشرة الحقل المجاري بدون انتظار لتجي حامل الطبيعي ابيض والرسود والرمادي نعم رمادي طبعا رمادي انا حسب سن الزوجة ما هو تأخر اه لو الزوجة يعني مبارده عشان كنوا صراحين مثلا تأخر مثلا محسب المكان اللي انت فيه انت متأخر لحد كام يعني انت أخر مثلا حدي سنة 30 سنة ده طبعش تأخر لا عدد خمسة وتلاتين سنة انتظار سنة حقل المجاري سنة جواز لو حصل ما حصلش انجاب بيبقى على حق المجاري على طول في قولة 40 سنة 6 الشهور ما حصلش انجاب بيبقى على حق المجاري على طول دي صريحة ودي دراسات واسطاد دي موجودة ايه البرامة دي حسب ما انت قلت نعم حسب الحالة اه حسب الحالة اه المخطة التانية جاني مبتهم امبرين من يقوم باجراءات والدهول في معمعة الحقن المجاري بدون تقييم كامل ليه الحالة جاني لا ده جاني لا ده جاني انت بس ابتديش اكبل اه لا جاني اصلا انا بشوفهم كتير اه جات لك الحتة كتير اه كتير اه انا ما بقولش محدش ما اشتغلش حق المجاري بس حق اللي على الاقل تبقى عارف الفريمورج بتاع الشغول عاملة ازاي الاساسيات الحاجات الصغيرة هتجي مع الخبرة صح ازاي بالضبط حقك انت السوقات العربية ماينفعش تقعد على العربية من غير ما هتبقى عارف السوق عاملة ازاي الغرز بقى والحاجات دي هتجي مع الوقت اه صح فطبعا يعني انا مش هاضر علي متهم ده جاني ده جاني الناس بتبقى جاية تعبانة اه وتبقى جايبة الفلوس بصعوبة وغير الفلوس اللي انتظار نفسه كارثة حقيقة افتكر انا وانت يا دكتور ايمان كلا ما كنا من السنة النتجة بتاعتنا عاملة ازاي اه البيئة بتعدي كناسة اه يعني في الوقت اللي انت رايح في من البيت لحد الكلية عشان نشوف نتجتنا عاملة ازاي احنا عارفين احنا نجحين ولا لا عشان نشوف تقديرنا عاملة ازاي بتبقى لحظة رابع ساعة رابع فما بالك بقى ام المحطة الثالثة وشك ام يقين ايجاد العيوب الوراثية اصبح الان متاحا وبقوة في مصرنا الحبيبة شك شك اه لسه ما وصلش للصورة اللي احنا نعرف نستخدمها بالشكل اللي احنا نقدر نتكلم فيها مش عشان كاتكنيكال لا عشان نوصل الرسالة البيشانت احنا لما يجي نتكلم نتكلم على الظروف اللي انا اعرف او اصلها لها الظروف اجتماعية وظروف مادية الظروف المادية صعب اللي احنا نتبقى يا دكتور عيمة صعب مكلفة جدا 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 مع انها بتتعامل برة في دولتنا زي اسبانيا مثلا في المركز لاي فاي ده بتعامل روتين لكل الحالات حتى لو الزوجة عندها حاجة عشرين سنة انت اسعدتني في طرف المحطات بجد اسعدتني في طرف المحطات جدا يعني كانوا مفجأة كانوا مفجأة ما كانش مستعب ده مستعب ده خالص كانوا يعني في الجوجز هنستمتع بالمحطات دي لانه جرؤيته العلمية يعني فعلا تشفي غليلي الاعلام ضيفي العزيز المبدأ دائما والقيم العلمي الكبير لأستاذ الدكتور محمد حسني استشاري نساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحق الميجالي وجراحات المناظر مجستير الحق الميجالي من جامعة ميسينيا بإيطاليا ودبلومة جراحات المناظر المتقدمة من الهند كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقاتك عادتي في الناس الحلو خليكم على الناس الحلوة